مرحبا بكم في حلقة جديدة مرحبا بكم في حلقة جديدة أول سؤال موجود عندي في الامتحان نمبر واحد كل شهر البنك بيرسل لعملاء يرسل لعملاء مرحبا بكم في الحساب البنك يبعث لعملاء كل شهر كشف حساب كشف الحساب يكون فيه كل العمليات البنكية اللي عملها خلال الشهر يبقى كل شهر البنك يحضر للمشاهدين نوع الثاني إنه ليس مبالسري في أخرى تفعلها إنه ليس مبالسري إنه ليس مبالسري إنه غير ملزم يعني أنت لست مقبر على أن بمعنى آخر أنت لست مقبر على أن مقبر على أن لست مقبر على أن لا تحتاج إلى نوع الثاني لذلك أعطني 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 20 SLX As we are thinking of placing an order هنا بيقول من فضلك أرسل لنا تسعيرة For العشرين على حسبة As we are thinking of إحنا بنفكر في placing an order بنفكر إننا نقوم بعمل طلبية يبقى هنا بيقول له ابعت لنا يا ترى Order, quotation, price, technical details هنا بيقول له ابعت لنا تسعيرة Please send us a quotation ابعت لنا تسعيرة لعشرين آلة حسبة Number four There is a person الجملة دي مهمة جدا لأن هي فيها حكتين There is a person who sells goods to customers هو الشخص الذي يبيع البضائع لعملائه Buyer, seller, importer, insurer من اللي بيبيع البضائع لعملائه أول حاجة ذا باير اللي هو المشتري ولا السيلر البائع importer المستورد insurer القائم على عملية التأمين أو المؤمن طبعا الذي يقوم بعملية البيع ذا سيلر اللي هو البائع وعايزين نقول ان الجملة دي برضو ممكن تجيلنا ان هو يقول The seller is a person وبعد كده Space sells goods to customers يبقى هنا اقول البائع هو الشخص الذي يبيع البضائع لعملائه وهنا هيكون الاختيار طبعا السيلر Number five هنا حد بيبيع حاجة لزبونا وبيقول لها I can this disk madame I can space this disk madame It's a model and a very good value for money يعني بيقول لها أنا أستطيع space هذا الدسك يا madame إنه حديث وقيم يترى recommend bargain inquire order هنا بيبيع فبيقول لها I can recommend 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 يرشح أو يوصي يعني أنا برشح لك الدسك ده يا madame Let's move to number six Did the police space The safe quote teach catch taught لو بصنا للجمدة اللي موجودة عندنا هنا Did the police space The safe اللي موجودة عنده هنا Yes or no Question الفعل اللي موجودة عنده هنا لازم يكون الفعل في المصدر يعني التصريف الأول للفعل لو بصينا على الأربع اختيارات اللي موجودة عندنا هنا هتلاقي عندك quote مسك بس ده تصريف تاني ماضي يبقى نستبعده تماما number B teach يدرس catch يمسك number B و number C ده الفعل فين في المصدر number D taught ده ماضي ده التصريف التاني من teach يعني يعلم أو يدرس يبقى أنا حقول did the police هل البوليس catch the safe هل البوليس مسك اللس let's move to number 7 the customer said that العميل او الزبون قال ان he away for two weeks the customer said that he away for two weeks الجملة اللي موجودة عندنا هنا ده كلام غير مباشر the customer said the ماضي يبقى النص التاني من الجملة لازم هيكون ماضي عندك هنا number A been number B being had been is being طبعا الاختيار اللي هيكون عنده هنا هو هيكون الماضي اللي هو had been the customer said that he had been away for two weeks number 8 I will take a taxi I will take a taxi I will take a taxi سوف أستقل taxi space it rains امطرت يبقى انا بقول هنا انا سوف أستقل تاكسي لو امطرت number 9 يعني اللي موجود عندنا هنا او اللي مفروض ان احنا نكمله هنا ان انا استخدم حرف جر مناسب لرسپونسي بقول the manager is responsible space everything in the shop the manager is responsible for everything in the shop meet meet meeting مت مت الجملة دي طبعا احنا بنختم بها دايما اللتر بقول I am looking forward to وهي دي الحالة الوحيدة اللي بنستخدم بعد تو verb plus ing I am looking forward to meeting you وبالنسبة للأيتم ده ده بيكون اول ايتم موجود عندي اول ايتم موجود عندي في الامتحان بالنسبة للسؤال الثاني let's move to a dialogue الديالوج اللي موجود عندي عبارة عن محادثة بين شخصين المطلوب منك ان انت هنا to supply the missing parts okay supply the missing parts in the following dialogue between a salesman and salma هنكمل المحادثة اللي موجودة هنا بين a salesman بين باع and salma salesman بدأ يتكلمه بيقول good morning can I help you good morning can I help you salma good morning excuse me are these earrings are these earrings اللي هو الحلقة salesman قال لها those are 55 pounds ان ده تمنوا 55 جنيه سالما قالت له that's two tool اللي موجودة عندي هنا دي بتديني درجة اللي استحالة فهي عايزة تقول ان هو this or that's two for me علي I don't want to pay more than 30 مش عايزة ادفع اكتر من 30 salesman الباع well I can give you انا ممكن اعطيلك ايه the last price اخر سعر is 40 pounds the last price is 40 pounds سالما okay I'll take them لازم نقرأ دايلو كله من اول كلمة الاخر كلمة فيه بعد كده نبدأ ان احنا نتعامل معه اول حاجة salesman good morning can i help you اقدر اساعدك good morning excuse me are these earrings يبقى هنا هتسأله عن السعر لان الاجابة اللي كانت موجودة عندي هنا can those are 55 pounds ده بخمسة وخمسين جنيه يبقى لان ما نيجي نسأل عن السعر اقول how much how much are these earrings those are 55 pounds ده بخمسة وخمسين جنيه salma that's too for me عايز تقول ان هو غالي جدا علي I don't want to pay more than 30 غالي جدا لدرجة الاستحالة مش ممكن تقدر تدفع المبلغ ده that's too expensive غالي جدا I don't want to pay more than 30 salesman well I can give you خصم خصم a discount the last price is 40 pounds salma ok I'll take them let's move to another item let's move to another item هنحاول ان احنا ننتقل الى السؤال التالت read a comprehension اللي موجودة عندي هنا عندنا هنا قطعة تكلم عن credit cards credit cards او بطاقات الاقتمان اصبحت مهمة جدا دلوقتي وكل الناس بتتعامل بيها ولكن الخطورة اللي موجودة فيها crime او الجريمة اللي احتيال fraud ان فيه ناس كتير بتحاول ان هي تزور بتقاتل الاقتمان وبتحاول ان هي تستغل الموضوع ده فبص معانا كده في القطعة اللي موجودة عندي هنتكلم عندي هنا عن انواع من ال credit cards سواء كانت British credit cards or French credit cards British credit cards doesn't have a pen number مالهاش رقم سيري ولكن الفرنسي فرنسية بيبقى يكون لها رقم سيري ده بيكون فيها حماية اكتر هنتكلم النهاردة عن الكلام ده ونقول credit cards companies شركات بطاقات الاقتمان are hoping that a new style credit card هم بيأملهم ان يكون فيه a new style credit card will cut crime cut crime هنا مش معناه ان هم يقطعوا الجريمة لا معناهم ان هم يوقفوا الجريمة at present في الوقت الحالي some retailers بعض باعين التجزئة still use بيستخدمهم small machines الات صغيرة and paper vouchers which is a customer signs والعميل بيوقع عليها if someone steals a credit card ولو حد سرق credit card دي they can brackets بيحاول انه هو يقلد التوقيع الموجود على الكارد and then use it in a shop ويستخدمها في المحل electronic terminals work better the retailer puts the card through the terminal in another word بمعنى اخر ويستخدمها يعني هو بيحط البطاقة دي في المكانة وبيصحبها the central computer checks that the card is not a stolen one والكمبيوتر بيحاول انه يعرف انه كانت مسروقة او مش مسروقة and the sale then goes ahead وبتتم عملية البيع however sometimes a card holder doesn't know what their card is missing or stolen احيانا رجلي بتسرق منه الكارت لما يبقاش عرف ان الكارت ده تسرق British credit card companies don't have don't yet give out credit cards with bin number they want to say ان الكارت ده تسرق ملهاش بالنمبر ملهاش رقم سري but فرنش وانز الكريدت كارد الفرنسية دو عندها كريدت كارد او لديها رقم سري عفوا لديها رقم سري when the retailers makes a sale the customer has to K-N العميل بيكون مضطر انه يدخل figure pin number بيدخل رقم سري مكون من اربع عناصر سواء كانوا اربع ارقام او حروف on the latest type of terminal the computer checks that والكمبيوتر بيراجع the card number matches the secret pin number اذا كان الرقم ده هو الموجود على فعلا ولا لا British credit card companies lose three hundred and fifty million bound sterling each year والشركات دي بتخسر حوالي 350 مليون جنيه sterling كل سنة because of بسبب credit card crime بسبب الجرائم او السرقة التي بتحصل لل credit card الناس اللي بتحتال عليها they hope this figure will fall when customers get their new cards وبيأملهم ان يكون فيه new cards توقف عملية الاحتيال نشوف الاسئلة الموجودة عندي هنا number one how many types of credit cards are there in the text are there in the text terminals are there in the text هنا بيسال عن الالات اللي بتحطي فيها او بتستخدم الكريدت كاردز طبعا هنا ذكر عندي three three ثلاث حاجات بس اللي ذكروا معندي هنا number three which do you think is the last safe system for credit card why which do you think تعتقد ان اقلهم امانا بالنسبة للكريدت كاردز اللي ذكرت كانت ايه وليه نشوف كده الاجابة عندنا هنا بيقول عندي the small machines and paper vouchers الالات الصغيرة اللي موجودة there is no check كانش لها مراجعة with a central computer بالكمبيوتر المركزي there is no secret bin number وما كانش لها رقم سري number four when a retailer swips عندما يمرر البائع البطاقة number a the computer knows if it is stalling the computer سيعرف اذا كانت مسروعة ولا لا number b the retailers find out if it is stalling هيجد اذا كانت برضو مسروعة number c the computer may know that it is stalling ربما يعرف او مايعرفش the sale goes ahead تتم عملية البيع طبعا هنا هنقول the computer may know may know that it is stalling الكمبيوتر ممكن يعرف اذا كانت مسروعة او مش مسروعة من عدمه لان فيه بيتم بعض عمليات الاحتيال وبتعدي على الكمبيوتر number five number five there is a secret bin number on you get رقم سري فين بقى all credit cards فكل الكريدت كاردز اللي تكلمنا عنها number b French credit cards في بطاقات الاقتمال الفرنسية فقط old style credit cards في البطاقات الاديمة British credit cards طبعا احنا قلنا هنا ان الوحيدة اللي كان لها bin number هي French credit cards number six in future في المستقبل British credit card companies في المستقبل بطاقات الاقتمال الانجليزية number eight may lose ربما تفقد less than three hundred and fifty million pound sterling through crime من الممكن ان هي تفقد تلتمية وخمسين مليون جنيه سترليني من خلال الجرائم دي will save هتوفر three hundred and fifty million pound sterling هتوفر 350 مليون جنيه سترليني ولا number c will spend هتنفق three hundred and fifty million pound sterling on credit card crime هتصرف على الجريمة 350 مليون جنيه ولا will spend سوف تنفق 350 مليون جنيه on new cards على الكروت الجديدة may lose less than يعني هما لما يحسنوا من البطاقات دي هيكون الخسائر اللي موجودة اقل كتير من 350 مليون جنيه سترليني يعني هما بيحاولوا ان هما يقللهم الخسائر دي بتعديل البطاقات او تحسنها من المستوى اللي هي موجود فيه لمستوى تأميني اعلى let's move to alternative title number seven عايزين نقول هنا عنوان for the text is banks their hops on a new style credit card بنقول هنا ان البنوك آمال على الكروت الجديدة يا ترى وش تأمل find تجد have لديها but طبعا but بتضع اعمالها كلها في البطاقات الجديدة let's move to another type of exercise vocabulary fill in the spaces with words from the last لدي هنا كلمات موجودة عندي فوق المطلوب مني ان انا اكمل بيها الجمل الموجودة تحت over drone over drone يعني سحب على المكشوف يعني ايه سحب على المكشوف يعني انا لي رصيد في البنك وسحبته واصبح رصيدي اقل من zero في اللحظة دي لما يكون رصيدي دائن بالسالب يبقى انا في اللحظة دي هدفع فايدة لما يكون رصيدي over drone يعني انا مدين للبنك يبقى انا في اللحظة دي ادفع فايدة للبنك اللي بعد كده overdue overdue يستحق الدفع overdue يستحق الدفع personal personal شخصي receive ايصال اي حد لما بيبيع حاجة اي حد بيشتري حاجة من المحل في الاخر بيطلب a receipt ايصال للحاجة اللي هو اشتراها trans actions trans actions عمليات بنكية سواء كانت عمليات سحب او اداع او تحويل temporary مؤقت اي حد مثلا انا عايز ياخد قرد من البنك لفترة زمنية قصيرة اقول ان ده a temporary loan يعني قرد لفترة زمنية قصيرة withdraw يسحب او سحب withdraw يسحب نقود من البنك reminder reminder as reminder كمذكرة يعني حد مثلا عايز فلوسه ما دفعهاش يبقى انا في اللحظة دي ادفع له reminder ابعت له مذكرة انه هو يبعت الفلوس اللي موجود عنده نشوف number one when you pay this invoice when you pay this invoice عندما تدفع الفتورة please ask the shop owner اسأل صاحب المحل for حتسأل صاحب المحل على ايه for a receipt على ايصال let's move to number two please note that من فضلك تذكر انه payment of invoice انه دفع الفتورة two three four eight nine is now now six weeks now six weeks they haven't paid invoice they haven't paid invoice they haven't paid invoice i have asked i have asked the bank for overdraft انا بسأل البنك على سحب i will pay او على قرد i will pay it off within six months انه بسعد البنك هنا على قرد والقرد ده انا هدفعه في خلال ستة اشهر يبقى temporary overdraft يعني سحب مؤقت number five as your account is now حسابك دلوقتي four hundred and twenty three bound sterling dot thirteen please would you bring your account back into credit انا بقوله هنا ان حسابك دلوقتي يعني عايز اقول ان حسابك هنا مدين ف ياريت ان انت ترجع حسابك ان هو يكون credit يبقى حسابك هنا overdrawn number six good morning i'd like to six hundred egyptian pounds i'd like to six hundred egyptian pounds and ten pounds egyptian pounds please يبقى نقول هنا good morning i'd like to withdraw 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 اسحب عايز يسحب 600 جنيه your bank statement your bank statement كشف حسابك البنكي includes بيشمل a last قائمة of all the during the past months the statement او الكشف الحساب بتاعك هيشمل كل transactions العمليات البنكية اللي انت عملتها سواء كانت عمليات سحب او عمليات اداع او عمليات تحويل بالنسبة لنمبر 8 i want to buy a new car عايز اشتري عربية جديدة so i'll ask the bank for a loan بالنسبة للقروض انا عندي نوعين من القروض يا اما personal loan or commercial loan لو انا هاخد قرد علشان اجيب بي شقة او علشان اجيب بي عربية يبقى في اللحظة دي اسمه personal loan يعني قرد شخصي طب لو انا هاخد القرد ده علشان اشتري بي equipment معدات او هشتري بي ارض للمصنع او هشتري اي حاجة لمنشأة تجارية موجودة عندي يبقى القرد في اللحظة دي commercial loan يعني قرد تجاري اوكي يبقى هنا i want to buy a new car عايز اشتري عربية جديدة so i will ask the bank for a personal loan هسعد البنك هنا على قرد شخصي let's move to another question هنا عندي writing يعني ده السؤال اللي بيالي بعده في الامتحان على طول فهنا بيقول عندي write a paragraph about the two types of bank accounts use the guide words طالب مني ان انا اكتب باراغراف عن انواع الحسابات البنكية واعطيني بعض الكلمات هنا اللي انا استخدمها عندي لو بصيت عندك هنا فوق خالص write a paragraph about بعد كلمة about هيكون عندك عنوان البراغراف لما نيجي نتعامل مع البراغراف اول حاجة i should write the title لازم ان انا في الاول اكتب title او عنوان للبراغراف عنوان للبراغراف هنا the two types of bank account نكتب العنوان فوق خالص the two types of bank account في بدء الامر احنا عايزين نقول ان انا عندي نوعين من الحسابات البنكية اول حاجة عندي current account current account current account اللي هو حساب جاري الحساب الجاري ده انا بحتاجه لما بيكون عندي a lot of trans actions انا بحتاج الحساب ده لما بيكون عندي كثير من المعاملات البنكية يعني بعمل عمليات اداع كثيرة جدا الحالة التانية اللي انا بحتاج فيها الحساب ده when i write لما اكون بكتب a lot of checks هم دول النوعين اللي انا بحتاج فيهم current account او الحساب الجاري النوع الثاني من الحسابات اللي موجودة عندي deposit account deposit account deposit account حساب الدخاري الحساب ده معناه ان انا بحط فلوسي في البنك يعني save money and earn earn احصل على and earn او get interest واحصل على فائدة invest يبقى هم دول نوعين الحسابين اللي موجودة عندي current account اللي هو الحساب الجاري وانا بحتاجه لما يكون i have a lot of transactions لما يكون عندي كثير من المعاملات البنكية او when i write a lot of checks لما كن بكتب كثير من الشيكات deposit account او الحساب اللي الدخاري انا بحتاجه لما احاول ان انا اوضع فلوسي في البنك واحصل على get or earn interest احصل على فائدة نحاول ان احنا نتعامل مع السؤال مع الجملة الاولى فبيقول عندي هنا two types two types deposit account current account deposit account قلنا لما نيجي نكتب البراجراف اول حاجه اكتب عندي العنوان بتاعه the two types of bank account بعد كده عايز اقول two types نوعان يبقى عايز اقول بالعربي كده يوجد نوعان من الحساب البنكي current account حساب جاري and deposit account لما نيجي نكتب البراجراف اول حاجه يجب نسيب مسافة كلمة وبعد كده نبدأ نكتب اقول there are two types of bank account and deposit and deposit and deposit and deposit كده احنا خلصنا من الجملة الاولى نحط فلسطب ونبدأ ان احنا نتعامل مع الجملة التانية بس نشوف كده عندي هنا الامور عاملة ازاي كده احنا نتعامل مع الجملة الاولى يبقى حقول لو انت لديك كثير من المعاملات البنكية انت تحتاج حساب جاري if you make لو انت تقوم a lot of transactions لو انت تقوم بعمل كثير من المعاملات البنكية every month you will need to open a current account في اللحظة دي هتكون مضطر انك تفتح حساب جاري نشوف الجملة اللي بعدها if write a lot of checks لو انت بتكتب كثير من الشيكات برضه بنفس الطريقة لو انا بكتب كثير من الشيكات هتكون محتاج انك تفتح حساب جاري بيقول عندي you will also ايضا need a current account تحتاج حساب جاري if you write a lot of checks لو انت بتكتب كثير من الشيكات الجملة اللي بعدها if save money earn interest هنا بقى هنحول على النوع التاني من الحسابات اللي هو deposit account هنا بيقول لو انت عايز توفر نقود وتحصل على فائدة هنشوف هنا هيقولها ازاي if you want to save money if you want to save money and earn interest you can open a deposit account لو انت تريد ان توفر نقود وتحصل على فائدة يمكنك ان تفتح حساب الدخالي اخر جملتين عندي مني بيزنس بعض الاعمال post types نوعان اعايز اقول ان بعض الشركات بعض الشركات الكبيرة بيكون عندها النوعين دول من الحساب اللي هو current account and deposit account وبتكون محتاجة الاثنين دول محتاجة ال current account علشان تحسب العمال اللي موجودين عندها محتاجة deposit account عشان يكون عندها وديعة كبيرة تقدر ان هي تأمن المنشأة دي فهنا عايزين نقول ان بعض الاعمال التجارية الكبيرة بيكون عندها النوعان من الحسابات البنكية فهنا حنقول many business بعض الاعمال have both types of account لديهم النوعان من الحساب اخر جملة موجودة عندي بالنسبة للبراكراف some private customers بعض العملاء two ايضا عايز اقول ان بعض العملاء العاديين يعني بيكون عندهم النوعان ايضا some private customers have both types of account two وبكده هيكون البراكراف بتاعنا الحمد لله خلص و let's move to another item عندي هنا اللتر اللتر اعتقد ان هو يعني من ابسط الاسئلة اللي الطالبة بتحب انها تتعامل معها لان شكله بيكون ثابت انت على اليمين بتبدأ دايما باسم الراسل بعد كده بتكتب بياناته والتاريخ على الشمال اسم المرسل اليه وبتكتب بياناته بعد كده بتبدأ تكتب المقدمة وبتحاول ان انت تكتب الموضوع والخاتمة وتنهي الخطب فلو بصنا هنا بيقول يو ار جوزيف ابراهيم and you are the sales manager اول حاجة بنجيبها اسم الراسل اسم الراسل جوزيف ابراهيم بعد كده وظيفته وظيفته مدير مبيعات مدير مبيعات مدير مبيعات مكتب بعد كده اسم الشركة أليكزاندريا كاربت كامباني عملنا اختصار لكامباني نكتبها سي او فول ستوب بعد كده العنوان تيويني طلعت حرب ستريت اس سي تي فول ستوب واخر حاجة أليكزاندريا اللي هي المدينة بعد كده نكتب التاريخ مثلا تاريخ النهاردة يعني أنا ما عنديش تاريخ هنا في اللتر يبقى نكتب تاريخ النهاردة مثلا مثلا يعني 22 11 مثلا 20 مثلا يعني بس يفضل ان انا اكتب تاريخ النهاردة نروح على الشمال ونكتب بيانات المرسل إليه بيانات المرسل إليه غالبا ما بتيجي بعد 2 فلو بصينا في السطر الثالث عندك هنا write a letter to the purchase manager يبقى حنيجي هنا على الشمال واكتب اسمه purchase manager انا ما عنديش هنا اسمه جاب لي وظيفته يبقى البيان اللي هو بيجيبهولي انا بكتبه على طول لو اسمه موجود اكتبه ما جابش اسمه اكتب المعلومة اللي هو جايبها لي فجاب لي هنا وظيفته purchase manager هو مدير مشتريات مدير مشتريات لأيه بقى of carpet city shops نكتب carpet city shops ده هيكون اسم الشركة اللي هو بيشتغل فيها عنوانها 10 المحطة street نكتب 10 المحطة ST full stop 10 المحطة STREET وفي الاخر اسيوت يبقى احنا كده خلصنا من بيانات الرسل وخلصنا من بيانات المرسل اليه بعد كده هنبدأ ان احنا نكتب الخطاب اول حاجة هكتبها dear dash بعد كده اكتب اسم المرسل اليه احنا اتفقنا ان اسم المرسل اليه كانش موجود عندي يعني جابلي هنا ووظفته على طول يبقى اقول dear sir بعد ما بنكتب dear sir بنكتب المقدمة بتاعتنا it gives me pleasure انه من دواعي سروري to write to you I'd like to انا اود ان احنا بنبعت الخطاب من شركة لشركة ليه ببعت خطاب من شركة لشركة اما علشان ask اسأل inquire استعلم thank or send او ان انا ارسل حاجة فلو بصيت عندك هنا هتلاقي عندك thanking هم اشكرو يبقى اقول له I'd like to tool اللي موجودة عندي هنا دي لازم بييجي بعدها الفعل في المصدر يبقى بدل ما هي موجودة عندي هنا thanking تبقى thank him احولها تبقى you for شكرا على his inquiry his هحولها his هحولها عندي هنا تبقى your inquiry and offering a discount and offering a discount and offering a discount of 10% 10% 10% for orders or for orders of five hundred or more cards i am looking forward to hearing from you i am looking forward to hearing from you i am looking forward to seeing you بكده بيكون الليتر خلص اللي ناقص عندي بس هقول yours faithfully أو yours sincerely أنا هنا ما كانش موجود عندي اسم الرسل كان موجود عندي وظيفته يبقى يبقى يقول yours faithfully ونواقع تحت خلص باسم الرسل اللي هو كان جوزيف ابرا وبكده نكون انهينا الليتر let's move to another item let's move to another item ننتقل الى سؤال اخر read in a form عندي هنا form او استمارة الاستمارة اللي موجودة عندي هنا دي عن قرد Mr. Ali Ahmed has an old villa at 30 a pass street Nassr city the villa needs some urgent repairs and painting والفلا دي محتاجة بعض الاصلاحات والدهنات the cost of the repairs وتكلفة الاصلاحات is 40,000 pound steel 40,000 Egyptian pound 40,000 جنيه مصري but he can't afford the money ما هوش ادري يوفر الا 40,000 جنيه دول مش ادري يوفر الفلوس therefore I advised them ولذلك انا نصحته to get a loan انه يحصل على قرد from the bank that agreed to give him the money in cash والبنك وافق انه يديره الفلوس cash شوف بقى البيانات اللي موجودة عندي اول حاجة customers name اسم العميل اسم العميل طبعا موجودة عندي فوق هنا اللي هو mister ali احمد address عنوانه 30 a pass street nasser city type of loan type of loan نوع القرد احنا قلنا قبل كده ان نوع القرد اما يكون commercial loan يعني قرد تجاري ده طبعا لو بيشتري معدات المصنع او بيشتري ارض المصنع او personal loan قرد شخصي لو بيشتري عربية او بيشتري شقة او بيصلح شقة او اي حاجة type of loan يبقى نوع القرد اللي موجود عنده هنا هيكون personal loan قرد شخصي purpose اقصد بيبربوس هنا الغرض الفلوس اللي هو باخدها دي ليه بالزبط طبعا هو باخدها علشان urgent repairs اصلاحات عاجلة and painting ودهان للفيلة اللي موجودة عنده the amount needed كمية الفلوس اللي هو محتاجها 40,000 Egyptian pounds 40,000 جنيه مصري way of payment طريقة الدفع الفلوس طبعا هيقودها موجودة عندي في اخر سطر in cash الفلوس دي هياخدها نقدا let's move to the last item اخر حاجة عندي موجودة عندي هنا translation الترجمة الترجمة بيكون فيها الكثير من الحرفية والصنعة في الترجمة لما اجا ترجم جملة من لغة انجليزية للغة عربية احاول قدر الامكان ان انا ابدأ بفعل فهنا بيقول عندي number one اسامة اسامة is taking اسامة is taking his family to Alexandria next Friday for a week's holiday لما اجي انترجم هنا مينفعش ابدأ باسامة لازم ابدأ بفعل قدر الامكان فاقول هنا سوف يستحب اسامة اسرته اسرته الى الاسكندرية يوم الجمعة القادم لقضاء أجازة مدتها أسبوع بردو أحاول أبدأ بفعل قدر الإمكان عندما نيجي ترجم العربي أبدأ بفعل وأقول قال أندي أنه لم يرى المدير ولكنه سوف يتصل به يوم الثلاثة بردو لما نيجي ترجم ما أقولش أنت تستطيع أقول يمكنك أن تستخدم أو يمكنك استخدام بطاقات الإئتمان يمكنك استخدام بطاقات الإئتمان في الفنادق والمحلات هذه الأيام I sent a complaint to the company but I haven't received a reply yet ما أقولش بردو أنا أرسلت لا أبدأ بالفعل على طول لأن أنا مش هيكون لها لازمة أقول أرسلت شكوى إلى الشركة ولكني أرسلت لقد أرسلت شكوى إلى الشركة ولكن لم أتلقى أي رد بعد وإلى هنا أعزائي الطلبة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم مع وعد بلقاء جديد إن شاء الله أرسلت شكوى إلى 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 ش